عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له وذلك عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وخلال الزيارة أعرب الفريق أول محمد زكي عن اعتزازه بالعلاقات المصرية الكونغولية المشتركة وأهمية مواصلة التنصيق والعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون والدعم في مجالات التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لكل من الجانبين عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت الزيارة بمرسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرص الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطني لكل البلدين والتقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بنظيره الكونغولي الدكتور كاباندا باكرونجا وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية المختلفة وأعرب الفريق أول محمد زكي خلال اللقاء عن اعتزازه بالعلاقات المصرية الكونغولية المشتركة وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز أواصل التعاون والدعم في مجالات التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لكل الجانبين وأشار وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء الكونغولي إلى أن هناك توافقا في الرؤى حول كافة الموضوعات التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكل البلدين وفي نهاية اللقاء وقع الجانبين على بروتوكول تعاون في مجالات الدفاع والتدريب والتأهيل ونقل الخبرات والارتقاء بالقدرات العسكرية بين الجانبين كما التقى الفريق أول محمد زكي مع سيد جام ميشيل سامالو كونديئ رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية حيث أعرب عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة توافقا في الرؤى بشأن التحديات المشتركة وتطورات الموقف الإقليمي والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومي للبلدين